اشتركوا في القناة ربنا بيقول انا بدور على حد فيكو بيبني بدور على حد بيسد الثغور والفتحات بدور على حد بيعالج وبيسطر مش لاقي مش لاقي حد يعني ده ده وضع صعب جدا ان ربنا بيقول لنا كلنا الكلام ده وانا اقول لكم انتو بتعملوا ايه انتو مشغولين بايه احنا وقت بنبقى مشغولين بنحكم على بعض ونجرح في بعض ونخبط في بعض ونصنف بعض وده تعليمه صح وده تعليمه غلط وده ماشي صح وده ماشي غلط وخدنا مكان كل واحد ليه مسئولية خدنا مكان قدسة البابة خدنا مكان مجمع المقدس بقينا كلنا يعني فرق وأحزاب وشيع لكن يا بخت الناس اللي هي مشغولة في الجو ده إنه بخدمتها والبنيان وتسند حوالينا ناس كتير بتموت حوالينا ناس كتير جعانة حوالينا ناس كتير مش لاقي حد يسندها حوالينا ناس كتير زي المخلع في يوحنى 5 ليس ليه إنسان أنا مش لاقي حد يسندني إحنا مشغولين بموضوع تاني فربنا بيعاتبنا هنا في حسقيال 22 آية 30 وطلبت من بينهم رجلا احتاج راجل راجل فعلا وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الصغرى أمامي عن الأرض لكي لا أخربها فلم أجد مستني حد أشوفه مشغول بالبنى زي ما قال معلمنا دولوس في روميا 15 فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض ياريتنا بقى مشغولين قوي بالحاجات اللي تبني ياريتنا بقى مشغولين قوي بالحاجات اللي تسند حتى لو شفنا حد بيعمل حاجة غلط لو حد علم حاجة غلط نصليله نصليله ونسيب المسئولية لصاحب المسئولية لكن إحنا مش بنكشف يعني عملنا اليوم مش كشف أخطاء الآخرين مرة حد قال كلمة يعني صعبة قوي قال موهبة كشف أخطاء الآخرين موهبة رخيصة يشترك فيها كثيرون يعني الناس كتير عندها الموهبة دي إنك تطلع الأقطة الفتصانة بغيرك إنه طلع عيوب بتاع الناس التانية لكن يا بخت الإنسان اللي مش بيبص الأخطاء الآخرين بيبص لإحتياجاتهم بيبص محتاجين إيه بيبص للألام بتاع الناس بيبص هو يقدر يعمل إيه هو مشغول جدا إنه يدوج روح اللي حواليه فربنا يبقى فرحان بالنفوس الأمينة والخدام اللي مشغولين بعمل الله مشغولين بإحتياجات الناس زي متقال عن المسيح لو المجد كان يقول يصنع خيرا الكتب والفرسين كانوا طول النهار عاديين يحكموا على المسيح وده بيعمل حاجة لا ده بيشفيهم الساب لا ده ويقولك حدث انشقاق في الجمع وربنا بيعمل معهم إيه ولا حاجة كان يقول يصنع خيرا مشغول بألام الناس واحتياجات الناس فيريت في الآية دي تبقى توجهنا كلنا إحنا بنعمل إيه كل يوم بنبني جدار بنقف الصغر بنقفل الفتحات بنشوف الألام بنسند الآخرين بنضمد الجروح بنشوف كل واحد ممكن يحتاجي أنا ممكن أعمل إيه في المحيط بتاعي في الجو بتاعي ما بقاش قاعد على الميز السوشيال ميديا اليوم كله أخبط في كل الناس وفي الآخر أطلع بطل وفي نفس الوقت في ناس حوالي محتاجة الفتحات الساقط في ناس جعانة جدا محتاجة سندة ومعونة ونعمة لكن أنا مشغول أكون يعني بطل في السوشيال ميديا والحاجات دي كلها فالآية دي كلنا محتاجين نقف أصادها أنا أقولكم ومحتاجين نراجع نفسنا فيها عشان كده بيقول ربنا في حسقيال 22 آية 30 وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الصغرى أمامي عن الأرض لكي لو أخربها فلم أجد ربنا يدينا نعمل نحن دايما نبني نسند نضمد الجروح نداوي ألام الآخرين نشوف احتياجاتهم مش أخطأهم ما نحكمش على حد ونصلي من أجل كل إنسان في الكنيسة وكل إنسان ليه مسئولية نصلي من أجل كل ربنا يدي حكمة لكل إنسان نعمل كل إنسان لكن إحنا مشغوليتنا اليومية باحتياجات الآخرين وألامهم وضيقتهم عشان نقدر فعلا يتحقق فينا الوعد دا أن ربنا يلاقي فينا رجل يبني جدارا ويقف في الصغرى أمامي لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر